إذا كان يدرس الدراسة الطبيعية وتحتاج لها مثلاً خمس سنوات وجهود وغير ذلك بعد الثانوية وربما يتغرب في أماكن أي طول الشغلة بدل هذا شنو؟ التفقوية معهد على الإنترنت أي مع جامع على الإنترنت يسولي شهادة مزورة في مقابل مبلغ من المال وأجي أتوظف بناء على هذه الشهادة المزورة تزوير نحو من أنحاء الكذب الذي يكتسب به المال من غير حله وهي طامة من الطامات في بلادنا المسلمة أحد الدكاترة قبل مدة من الزمان رادي يتبع هذا الموضوع موضوع الشهادات المزورة وما يرتبط بها فجاب إحصائيات عجيبة وغريبة من الإحصائيات قال يوجد حوالي سبعة آلاف ممن قدام اسمهم حرف دال هذول ما درسوا ولا تعلموا بعضهم سباك بس يجي حصل إلى عبر الإنترنت شهادة استشاري باطنية تعال تفضل هذا السباك يشتغل فيك باعتباره استشاري باطنية كم العدد سبعة آلاف طبعا مو كلهم سباكين هذولة العدد من الشهادات المزورة يتحدث عن سبعة آلاف شهادة مزورة على هذا المستوى يقولون في حملة واحدة طبعا لما أنت تيجي وتسلمه بدنك وتسلمه ابنك في مثلها إذا كان يعمل في المستشفيات شنو رح يصير يعني تفكر واش النتائج في حملة واحدة يقول صاحب هذا المشروع في حملة واحدة صار تفتيش وجدوا سبعمائة واثنعش واحد عند شهادة هندسة وهو لم يدرس درس واحد في الهندسة طيب وهو موظف في أماكن مفصلة ويأخذ راتبا بذلك المقدار وانت تصور إذا هذا مهندس على أساس معماري وإجي صمم بيتك في مقابل مبلغ وقدره طيب وهذا لا يتوفر على أي نحو من أنحاء المعرفة الهندسية والعلم بهذه القضية زين هذا من أخذ المال بالكذب وهو غير سائغ غير الأضرار التي ترتب على المجتمع وعلى الناس لا أصل أن تأخذ هذا المقدار من المال بناء على أنك عندك هذه الشهادة الكذائية وهي ليست عندك هذا الشيء غير جائز شرعا موسى أغشر عن هذا أنه أنا أجي بالكذب أسوي لي شهادة وآخذ راتب بذلك المقدار وأنا لست من أهلها وليس عندي خبرتها موسى أغشر عنه 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 وليس عندي خبرتها